لكن ما نروحش بعيد لأنه ضربة البداية دائماً وأبداً معه مقالي ومقاله ولا شيء بعد آه مبالح مستر بيتشو موسماني في المؤتمر الصحفي قال لهم مفيش حاجة في الأمور تحسبت ولا حاجة حصلت فقط الكرة بتدي درس جديد كان لغاية قبل مطشي الأهلي والإسماعيلي القرار قرارك تكسب كل مطشاتك تحتفظ باللقب بتاعك المفضل تعادل الأهلي مع الإسماعيلي وقبله بيونفوز الزمالك على التحاد خلى الزمالك فارق بنقطتين الزمالك يكسب المطشات المتبقية الزمالك يكسب المطشات المتبقية القرار مش بتاع الزمالك ياخد البطولة إذن لغاية دلوقتي في خمسة في ثلاثة بخمستاشرة بشمانتس بقت أكثر صعوبة لكن لم يقصد صعوبة طبعاً ما أنت قلته بعد ما كان القرار الكل عندك يكسب ما لكش يدعو بغيرك دلوقتي الكل ما بقاش عندك هو دلوقتي الكل عنده يكسب ما لكش يدعو بغيره اللي اللي حيتعادل ماتش هيدي الدور للفرقة التانية يعني إذا مالكت عادل والأهل استمر يكسب خاد الدور إذا حصل فقدان لأي نقطة جديدة أو استمر روضع لما هو عليه الزمالك ياخد الدور لكن في كل الأحوال إحنا طبعاً ما بقناش طيقين كأهلوية يعني إنك تفقد أي بطولة الموضوع بي مؤلم جداً ولذلك مشاعر الإخفاق ما هيش أعدلة مع مشاعر الفرح الفرح بيدي لك ارتاح تفرح قوي قوي بعدين تبتدي ترتاح وبعدين تنسى بعد يوم بيكون الموضوع أكيد أنه ما حصلش لكن الإخفاق بيعيش معاك مهودة خصوصاً لما تبقى أنت واخد على التفوق المستمر هو ده المأزق والشدة اللي كان فيها النادي الأهل ودي بتدفعك تمن تاني إنك أنت كل ما بتشترك في بطولات عايسك سابة كلها فعملية شديدة الصعوبة والضغوط كتيرة لكن أتمنى إن ظروف زي ما قصت عليك ربما بتخدمك الله أعلم لكن النادي الأهل مش حمل غلطة في اللي جاي انت مبارح لما تفرج على الماتش لا هي الماتش مش عايز يمشي معاك ها هنقعد نقول الخطأ وليعبنا كذا وليش عارف إيه ودفعنا ليه ودفعنا ليه لكن في كل الأحوال انت بت في الآخر يعني ضيعنا فرص أنا مش أدري أصدقها أنا برضو يعني علشان نفضل في المعنى العام النهاردة كان زارني مجموعة من شباب أهلوية نابهين جدا متحمسين لما عاملين إزاعة الأهلوية هاني عثمان ومحمد سامي والدكتور شريف وجيه واتناقش معايا في قضية أعتقد أسهروها معاك من باب الدردشة مش من باب هم فاتوا عليها لأن أنا في سكتهم أنا مجولة فانزلت قابلتهم في في الناد الأهلي أهلي شغل وجوني بعدين وبعدين ساموني واتجهوا إليك فغالبا هشوف الجن جن حي كنا بنتكلم في جزئية أنا لازم أسجل رأيك للناس كلها بخبراتك هل فكرة ثقافة البطولة ولا شيء غيرها ورفض الهزيمة أو أي نتيجة غير الفوز أيا كان من المنافس وأيا كان من الظرف وأيا كانت إيه الحكاية دي ثقافة أهلوية رائعة جدا تاريخية هل ليها وجهة آخر من الضغط مؤلم مؤلم مهما بتحصل مش متعود عليها الراجل اللي بيطلع الأول على الجمهورية كل سنة أنت متخيل وضع ده عامل إزاي يجي في السنة وإيه عامة يخش الجامعة عايز يفضل بيلحب على مركز على مكانة ما عندوش طرف أنه يفقد أي حاجة هتيجي تقول لهم انتم كسبتوا خمس بطولات ولا قدر الله لم توفق في واحدة هم لهمش دعوة محدش اللي تعود على الفوز فرص عجيبة جدا أعمالك اتباعا يعني ده فيه فرصة في الآخر بتاعة صلاح محسد هنجلها هنجلها في تفاصيل المباراة لكن احنا بنتكلم في الجزء العام ما يخص ثقافة البطولة ثقافة البطولة ورفض أي نتيجة بتفكرني لما النادي الأهلي كان النادي الوحيد على العالم المش عارف محمد سبعين ولا كان ماتش بدون هزيم في تجنب الهزيم فالناس يعني الضغط بقى على فرية الأهلي هو يعني هيك نخسر بقى خلينا نتحرر من الضغط ده وروح نخسرنا في كاس العالم للأندية أو الماتش لينا كان مؤلم جدا جدا لكن بعد كده انت بتبتدي تفكر بشكل تنزل رجليك على أرض الوحيد لأنك انت ما فيش حاجة كده في العالم ما فيش حد ما يتعدنش ما فيش حد ما يخسرش ما فيش حد ما كل البطولات اللي يخدها ولذلك الآهلي ظاهرة هو ظاهرة ليه أكتر نادي في العالم بيكسب بطولات بينافس على البطولات الإقليمية الدولية في المركز الثاني بعد ريا المدريد لأن ثقافة إحراز البطولات موجودة ودي بتشدك لقدام ده الحفاظ عليها ولا ترشيدها ولا التعاون معها ازاي يعني ما هو إنك تاخد بالأسباب تاخد بالأسباب الأسباب إيه تجيب اللعيبة الكويسة تجيب مدرب متناغم مركز عنده طموح فاهم يقدر يبقى قريب من اللعيبة واللعيبة تخاف منه وتحبه وتحترمه كده قصة صعبة إدارة قوية ما فيش حد أقوى من النادي خالص أي عنصر من العناصر لا لعيب ولا مدرب ولا أداري ولا عيد ومجلس إدارة ولا عيد ونادي ما فيش حد أقوى من النادي تعظيم قيمة النادي النادي هنا لا لفوق جميع أبنائه أي